صباح الخير عن جديد مشاهدين وصباح الأخبار الحلوة اللي رح نبدأ فيها تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابلة لا شيء في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بلا أهداف وجاء شوط المباراة الأول متوسط للمستوى غلب عليه الأداء الحذر خاصة من الجانب الإسباني وسط أفضلية واضحة للمنتخب المغربي الذي ظهر أكثر تنظيما ورغبة في الوصول إلى المرمى منذ الدقائق الأولى صحيح محاولات أسود الأطلس اعتمدت على تحركات سوفيان بوفال وحكيم زياتش في الأطراف مع مساندة فعالة من أشرف حكيمي ونصير مزراوي بزيادة الكثافة الهجومية والضغط في مناطق إسبانيا ودخل المنتخب المغربي التاريخ عبر بلوغه ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم كأول بلد عربي يحقق ذلك الإنجاز طبعا كانت مفاجأة وفرحة شاهدناها على وسائل التواصل الاجتماعي لكل المناطق لكل العالم وأيضا هلأ بدنا نشوف كيف مناطق الشمال السوري شهدت هاي الفرحة العالمة بعد تأم المنتخب المغربي إلى الدور الربع النهائي بفوز على نظيري الإسباني براكلات الترجيح نتابع الله أكبر اشتركوا في القناة أيضا تلفزيون سوريا من بداية المونديال والأجواء دائما متوفرة لحتى نشوف المباريات ونشجع فرقنا احتفى الموظفين تلفزيون سوريا بهذا الانتصار التاريخي وتأخل المغرب إلى دور الثمانية من مونديال قطر 2022 خلال وجودهم في القناة معبرين عن فرحتهم بطريقة عفوية نشاهد معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رح نستضيف ونصبح بهاني السباعي موفد تلفزيون سوريا للدوحة يسعد صباحك هاني أهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير هاني يسعد صباحكم روان ويسعد صباحك يارا صباح الخير هاني ما أتمنت صباح الخير وصباح الانتصارات أكيد أكيد كان مفاجآت كتير حلوة مبارح ما أتمنت هاني تكون مبارح مع الفريق شفت هاي الفرحة والنطوطة اللي صارت والله أبدعوا أبدعوا مبارح الشباب وزبلاتنا بتلفزيون سوريا يعني فرحتهم وحضورهم يعني الكل كان عم يعبر بطريقة عفوية مثل ما حكيته كانت الأجواء أكيد حلوية يعني كل ياتنا فرحنا كل ياتنا يعني الفرح كان مبارح روان ويارا يعني هون الأجواء يعني هستيرية الفرح هستيري الأجواء يعني من لحظة انتهاء المباراة لساعات يعني بعد الساعة 2-3 والجماهير كانت بالشارع وما حدا حابب يوقف وما حدا حابب يرجع لبيته مبارح يعني عايش الأجواء تماما يعني مبارح كنا عم نشوف كمان فيديوهات من قطر وحاليا فيه وراك كمان شخص عم بيشارك الأعلام وفيك تصبح عليه كمان هاني حكي لنا كيف كانت الأجواء مبارح بعد الانتصار تفضل تحكينا الأجواء مبارح يعني متل ما انك شايفي هلأ ما بس العالم المغربي كان موجود كل الأعلام العربية العالم المصري التونسي الجزائري الفرحة مبارح كانت عربية الكل كان عم بيشارك سوى فرحة أربعمائة مليون عربي مبارح عن جد يارا يعني كانت العالم كلها إيد وحدي كلهم عم يعبروا بطريقتهم أنه بدنا فرح بدنا انتصار ما وقدمنا والله شاركنا وقدمنا أداء مشرف وخرجنا لا عم نقارع فرق كبيري عم نقارع فرق مرشحة فرق مرشحة وفرق يعني إسبانيا بطل كأس العالم بالألفين ورشح فريق مرشح فريق معبى نجوم مثل ما بقولوا من برشلونا وريال مدريد وقدرنا قدر مبارح الفريق المغربي يربح وينتصر بتوليف جميلة نشوف هون الأخ تعرفنا عن حالك جمال حمدون كبير مشجع منتخب مصر وحضرتك أنا فرحان إذا ما حضرتك قلت كده أنا شبه ما نمتش من الفرحة بتاعتي لأن فعلا كل الفرحة دي للشعب العربي كله فرحة عربية كانت مبارحة فرحة اللي أنا حضرتك اتصلوا بي من مصر بقولوا لي أنت مكسر الدنيا هنا في السوق واقف لا لا الحمد لله أنا فرحان جدا 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 للمغرب وإن شاء الله بنقول يا رب نكمل كده على طول ونفرح الشعب العربي المنتخب السعودي ما فيش نصيب المنتخب القطر ما فيش نصيب يعني عاوز أقول يعني المنتخب التونسي بس إن شاء الله المنتخب المغربي هم رحضاش الراجل إن شاء الله رح يكونوا مكملين وبيفرحونا كمان وكمان شكرا جدا احنا بنطمع في المزيد من النجاح وعاوز أقول حياتك شكرا للأمير تميم شكرا للشيخ حمد للناس يعني أبهروا العالم بتنظيم كاس العالم أبهروا العالم بتنظيم كاس العالم أنا روحت لروسيا حضرتك أنا جيت هنا مترو مجانا بسات مجانا خط نت مجانا لأ لأ أبهرون أبهروا تنظيم ولا أجمل ولا أروع من كده كمان بدنا نعرف منك بنحب الأمير تميم عشر راجل جميم بنحبك يا تميم عشان قلبك كبير بنحب الأمير تميم روح المصرية دايما عابلت كل الناس هو الأمير تميم الله عليك ونحب الشعب القطري ده شعبي جميل شعبي مضيف يا ناس ده قابل كل الناس وجه له تحية هاني شكرا لإله أكيد يلا سلام عليكم لو بتحكي لنا كمان عن الفرحة السورية عن الجالة السورية المتواجدة بالمكان كيف عبرت عن فرحة بفوز الفريق المغربي هاني والله مبارح يعني متل ما بيقولوا بالعامية التاسي ضايع ما بتعرفي العربي من التونسي من الجزائري يعني مستحيل يعني مبارح الأعلام يعني شفتي هلا هاني كمان الشاب جزائري مبارح يعني الكل كل عم يعبر الكل مبسوط الكل يعني أجواء فرح بتحسي بتحسي ناقصنا ناقصنا فرح واجتنا هيك انتصار وفرحة يعني بتفضل سلام عليكم نحن الشعب الجزائري نهدي كل التهاني للشعب المغربي على فوزه التاريخي البارحة على المنتخب إسبانيا كما نشكر دولة قطر المضيافة على حسن الضيافة ونشكرها على تشريفها للعرب أمام العالم في استضافة مونديال 2022 وشكرا لكم إن شاء الله شكرا نجهلا تحية لك يعني فرحة فعلا لهلأ مستمرة يعني 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 يارى هلأ يارى هلأ ولا شيء ولا شيء طبعا هلأ الصبح العالم مثل ما بقول يمكن نامت طب مبارح طبعا بعد الاحتفالات ومبعد السهرة اللي تمت لوقت متأخر فيمكن هلأ أكيد ولا شيء عن با الشعب القطري باسم فلسطين هيا هلأ شفنا من نصر ومن الجزائر وفلسطين يعني كان لحسنا الحظ وستوضفنا من جميع يعني مبارح كان العالم الفلسطيني العالم الفلسطيني مبارح كان حاضر بقوة الكل كان عم يعبر يعني هو جو 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 حلو جو فرح كان جدا جميل يارى يعني حتى بباقي يعني نتمنى عن جد مبارح الكل يكون موجود معنا بباقي المباريات ما بارف يعني كمان كان أغلب المعلقين عم يحكوا أنه يمكن بالمرمى المغربي يمكن فيه قول واحد صحيح إذا فيك تصحح لي صح 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 لا صح المغرب لعب لحد الآن أربع مباريات ما تلقى غير هدف واحد وهو هدف عكسي يعني استجلوا المدافع يعني الإنجاز الإنجاز الفريق المغربي يعني الحقيقة يعني أول فريق عربي بيوصل للربع نهائي بمدرب وطني قدر يعمل توليفي جميلي بين اللاعبين قدر يستثمر القدرات الموجودة فيهم بشكل صح ما هو لعبنا أداء والله إنه عادي لا لعبوا أداء جدا جميل وقدروا يوصلوا منتخب مثل إسبانيا للأشواط الإضافية ونربح عليهم يعني مبارح الحارس طبعا المغربي كان هو رقم واحد ياسين برونو تصدلت للضربات جزائي يعني كان كما أقولوا بطل بطل المشهد مبارح أكيد متابعين يعني الإنجازات طبعا للمغرب نتمنى أكيد أنه توصل للنهائيات ونشوف هاي الفرحة بوجوه الجميع يسعد صباحك عن جديد هاني مكملين معك طبعا متابعة كل أخبار مباراة إذا حابب تضيف شيء إن شاء الله يعني بس حابب تضيف إن شاء الله يعني منلتقى مثل هالوقت بعد مباراة المغرب مع برتغال بالربع نهائي ونكون عم نحكي إنه المغرب إنه صح مواجهة مانا سهلة أبدا بس إن شاء الله منقول إنه المغرب لنصف النهائي ندخلنا إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق هاني ويعني مشاهدة ممتعة واحتفال ممتعة أيضا نهارك سعيد